مرحبا حضراتكم في الفقرة الأخيرة كالعادة بتنوارنا فيها دكتور دينا أبو السعود وهنتكلم في ملف السمنة اللي هو لا ينتهي بصراحة تيجي تتكلم زمان تيجي تتكلم دلوقتي هو فيه سؤال واحد بيدور في أذهان الجميع وبرضو بنحاول إن احنا كل فقرة نلاقي له إجابة فكرة هنا مخاطر السمنة أو المخاطر كمان اللي ممكن يسببها أصلا مرض السمنة السمنة وإمتى ممكن أن أنت تعرف أن أنت أصلا عندك سمنة مفرطة في قياسات كده هنعملها برضو مع دكتور دينا وهل ممكن برضو مريض السمنة المفرطة دي يصحبه بقى أمرات تانية كده زي ما بتقال حوالي زي السكر الضغط الحاجات اللي زي كده وإزاي نقدر أن احنا ما نوصلش برضو لهذه المرحلة ونسيب نفسنا كل ده خلينا نعرفه طبعا الإجابات من خلال يعني الفقرة بعد فتنة دكتور دينا أبو السعود المستشار التبي لشركة بايو ناتشنرز كل فقرة وكل فقرة بنبقى بناخد معلومات مختلفة وملف السمنة ده لا ينتهي زي ما احنا قلنا قبل كده وخلينا اتكلم تحديدا المراضي أن الناس البعض ممكن يبقى عايش عنده زيادة في الوزن بس مش عارف بالحسابات أنه هو ممكن يبقى عنده سمنة مفرطة واللي هي على أثرها في مصايب مش هقول الأمراض مصايب بتيك في البداية ازاي نعرف أن احنا عندنا سمنة مفرطة لو عندنا شوية زيادة في الوزن نعرف ازاي ان احنا عندنا زيادة في الوزن أو سمنة عادية أو سمنة مفرطة ان احنا لازم نحسب حاجة اسمها الbody mass index أو كتلة الجسم ازاي بتتحسب طريقة سهلة جدا بنشوف الوزن يعني لو انا مثلا وزني 65 70 80 85 ميشا نقول 65 65 على طولي بس مربع طول بالسنتيمتري يعني لو انا مثلا مية وستين سنتي هيبقى 1.6 لو انا مية وسبعين سنتي 1.7 يعني 65 divided 1.7 1.7 في 1.7 اللي هو الطول في نفسه هيطلع رقم أي طول في نفسه ده الطول في نفسه يعني 1.7 في 1.7 ها هتقسمي وزنك على الرقم اللي تلع اوكي يبقى 65 اللي هيطلع من بالزبط لو الرقم اللي تلع عندي أقل من 18 ونص يبقى أنا كده في نحافة لازم أزيد في الوزن لو أقل من 18 ونص من 18 ونص لـ 24.9 أنا في الرنج السليم يعني أنا ما عنديش سمنة حلو أنا عايزة أحسابها وأنا معاكي على الهواء بس كملي عادي أنا عايزة أحسابها النفسي بس مش هقول بقى الأرقام الأرقام من 25 لـ 30 أنا في زيادة في الوزن فقط ما بعانيش من زمنة بس عندي أوفر ويت شوي من 30 لـ 35 أنا في سمنة يعني لو حسبنا ولقينا من 30 لـ 35 أنا في سمنة من بعد الـ 35 للـ 40 اللي فيه ما فوق أنا في سمنة مفرطة وأنا بسمني السمنة المفرطة يعني قاتلة ليه؟ لأن هي بتبقى باب لأمراض كتيرة جدا وخلي بالك الدراسات أثبتت أن 70% أو 80% من اللي عندهم سمنة مفرطة بيجي لهم سكر نوع تاني فأنا عايزة أتفادى الأمراض اللي بتيجي من السمنة من السكر النوع تاني من ارتفاع ضغط الضم من أمراض القلب من أمراض المفاصل من أمراض العظم من أمراض التنفس أو صعوبة التنفس هل ستقلت لغاية 24 سمنة؟ لا أنا كده مفيش أي نوع مصير أنا 23 واو لا أنت ايديال بجد؟ ولا قربت للمفرط؟ لا 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 مش قلتي على 24 بعد الـ 25 بابا أوفر ويت شوية يعني فاضلي رقمين رقم سنة أوفر ويت بس مش سمنة آه مش بعد الثلاثين بقى بنبتدي نقول لأحنا في سمنة بعد الخمسة وتلاثين والأربعين أنا دخلها في سمنة مفرطة أربعين؟ لا دي قتلة للدهون دي ولا دي بتأيدي؟ بيبقى فيها طبعا بيبقى فيها دهون وخلي بالك الموضوع أن أنا لو لعبت الرياضة ولقيت نفسي زايدة في الوزن ما خافش ليه؟ لأن أنا لما بلعب رياضة وبلعب جيم وبشير حديد أو بشير الأسقال بيحسب بيحسب عضل فده حلو جدا أن أنا أكتسب عضل وأفقد دهون فهي دي طريقة لقدر أحسب بيها حلوة دي سهلة جدا سهلة أو يبقى الطول لو 170 مثلا 1.7 x 1.7 خدوا الرقم الوزن ديفايد الرقم ده هيطلع لكو بقى بالزبط حلوة الوحيد يتابع برضو على فكرة علشان يبقى أنت الدكتور بتاع نفسك قبل ما تخش في أي أزمة لأن في ناس على فكرة ممكن وزناها ما يبقاش اللي هو أوفر ويت قوي وتلاقي عندهم فعلا النسبة فوق 25 بالزبط ويبقى هو على فكرة نفسه في لابل تاني وبيسرح بقى يسرح ويلاقي نفسه بقى بياكل وطبعا مهمة قوي أن أنا أتفادى موضوع السمنة اللايف ستايل مهم جدا يعني يقولك إيه اللي بيخلينا ندخن أولا اللايف ستايل الأكل الغير صحي الأكل اللي مليان سكريات ومليان حاجات كاملة الدسم طول الوقت قلة النوم لو أنا ما بنامش كويس هدخن لأن قلة النوم هيعمل لي لغبطة في الهورمون التوتر هيعليلي الكورتيزول يعليلي الكورتيزول معنا كده ممكن هدخن عندك بعض الأمراض ممكن تعمل سمنة دي بتحتاج دكتور زي أمراض الغضة الدراقية ده وقتها بحتاج دكتور يعني مشكلة فعلا طيب كل ده بقى بيدخل تحت يعني التايتل بتاع النهار ده اللي هو السمنة أنا مش عايز أوصل للسمنة المفرطة دي أو السمنة أصلا إيه بقى اللي أبتدي أعمله من دلوقتي أنا سواء وزني خمسين مية مية وخمسين كيلو مية واتفر بقى إن إحنا بيجي لنا ناس بتقولك أنا مية وخمسين كيلو بيبقوا في العشرينات فكرة الحالة اللي كتماقول حاجة صعبة جدا فمهما كان وزني في اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي دلوقتي إيه اللي أنا أقدر أبتدي به علشان أوصل للوزن المثالي ولو حتى مش أوصل للوزن المثالي أخس بس ما خستش بمرض ما خستش بتاعب ما خستش بفقداني ليه فيتامينز وشي ما يبص نعمل إيه؟ أولاً الأكل لازم نقلل الصعرات الحرارية دي أول حاجة مهمة قوي أننا يعني الصعرات الحرارية عندي تبقى أقل من المطلوب طيب إزاي أقدر أقل الصعرات الحرارية؟ هي مفهود للراجل ألف ألفين الصعر حراري في اليوم والست يبقى ألف وهمس ومية بسهلاً لازم أقلل من ده طيب إزاي أقلل من ده؟ لأن إحنا كمصرين عندنا شراحنا طول الوقت بقنا بيلعب يعني طول الوقت عايزين ناكل ولما منيجي نتغدى من أكل طبق كبير جداً ومليان حاجات طيب إزاي أقدر أعمل حاجة اسمها كبح للشاهية؟ وإزاي أقدر أتحكم في الشبع بتاعي؟ وفي نفس الوقت أقدر أحرق الدهوم بتاعتي بمنتج بيري سيف ومكمل غذائي مرخص ومزارة الصحة المصرية مهمة قوي اللي بيأخذوا حاجات التخصيصية وضمنين الشركة اللي بتصنع وإن المنتج مرخص طبعاً شركة بايو ناتشرلز هي الوكيل الحصري اللي أرقامها ظهر على الشاشة لكورس بيستا أنا على طول بقول إن بيستا من أقوى المكملات الغذائية اللي تقدر تعمل على كبح الشهية وبالنس لمعدلات الشبع لأننا لما باخد بيستا قبل الأكل هو بيبقى كيس بيتاخد قبل الأكل بنص ساعة الكيس ده عبارة عن ألياف من ألياف الشفان من الأمح من كشور السليا فوانس ني باخده مع كوبات ماية كبيرة فبياخد حيز كبير أوي في المعدة بعد نص ساعة ما أجي أكل مش أكل الطبع ده كله فدي أول خطوة إن أنا أقدر أقلل بيها سعراتي الحلالة حلو قوي عندي داخل كمان كورس بيستا أو منتج بيستا عندي الكروميوم الكروميوم بيقدر يحافظ على معدل أو يثبت لي معدل السكر في الدم ويحسن لي معدل الكوليسترول في الدم ويقدر الكروميوم كمان يحرق للدهون بلس إن داخل كورس بيستا أو منتج بيستا عندي فيتامين سي الدراسات أثبتت إنه ليه فعالية كويسة قوي لحرق الدهون فهبتدي بمنتج بيستا وبيستا بعد ما باخده بحس إن أنا ست ساعات أنا شبعانة فدي حاجة كويسة جدا إنه كمان بيتحكم لي في معدل الشبع لأن ردة الأمح بتاخد فترة كمان في الهضم بلس إن الألياف كمان بتعمل على عدم امتصاص الدهون فدي حاجة كويسة جدا طيب قلت لي يا نهواند أنا مش عايزة أخص بتاع بي بقى أنا كده قللت أكلي طيب وشي هيبوز وشي هيبقى شكله تعبان شعر بقى هيقع نفسيا مش هبقى أحسن حالة ضوافرية على طول بتكسر نفسيا فشركة بايو ناتشر إذا عملت حاجة كويسة قوي إنه بيطلع مع منتج بيستا مكمل غذائي من أقوى المكملات الغذائية المالتي فيتامينز مهمة قوي أي حد بيعمل ضايت ومقال للأكل ياخد مالتي فيتامين كواب زي إيه؟ زي قلب مالتي فيت اللي أنا شايفها على الشاشة من أقوى الفيتامينز لأنه دخله تلات عشر فيتامين ومعدن من فيتامين بي تولف اللي بيزعيد لي جدا كمان على معدل الحرق يمكن كمان أقول من أسباب التخل السن كل ما بيكبر الأيد عندي بيقل الميتابوليزم بيقل فأي حد بيكبر بيبعوضة أكتر لسمنا فعايز أقول إن فيتامين بي كومبليكس رقم واحد لسرعة معدل الأيد وللتمثيل الغذائي وللطاقة عندي داخل ألبا مالتي فيت فيتامين سي لأنه بيساعد لي على امتصاص الحديد عشان نقي نفسنا من الأنمية عندي كمان الكالسيام بنسبة بسيطة جدا عشان الناس ما تخافش تقولك إيه دا كالسيام واخده ديليوز أنا على طول بقول إن ألبا مالتي فيت ديليوز طب إزاي وفيه كالسيام الكالسيام داخل ألبا مالتي فيت سبعين ميلي جرام الجسم بيحتاج يوميا ألف ومتين ألف سوري الحامل هي الألف ومتين وممكن كبار السن ألف ومتين لكن البالغين بياخدوا ألف بس أنا داخل ألبا مالتي فيت سبعين فما خافش أبدا من ترسيب الكالسيام سواء في الأوعية الدموية أو على الكالة فألبا مالتي فيت رائع وبرجأ أقول إنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء وذين قطة مهمة بيديني أمان شديد إن أنا أستخدمه بكل أمان وداخل الكورس كمان الجرين كافي اللي بتساعد على الحرق وفايتامين دا الهدية من شركة بايو ناتشرلز وأكيد الشركة بايو ناتشرلز هي الوكيل الحصري لكورس بايو بيستا اللي الأرقام ظهر على الشاشة نقدر نطلبه عشانو النبي محدش يقول لك هاجب لك البديل بتاعو أو هاجبه لك من بره أو الحاجات دي عشان ما تجيش بعد كده يعني منأكد على إن بايو ناتشرلز هي الشركة الوحيدة اللي عندها يعني اسمها إيه زي بتقال اكسكلوسف يعني صح في يعني بالعربي بقى الوكيل الحصري الوكيل الحصري أيوة خليكي معايا كده أنا معاك يا على طول ترجمة فورية لا وانا في اللغة العربية شطرة مع الدبارش هو كريم نائسنا في الحصة دي يالله طيب خلينا نتبع الكيس لأن برضو الواحد حلو إن هو يسمع من ناس جربت ومرت بتجربة قبل وبعد وإزاي أثر في حياتهم وإزاي فقدان الوزن تم كمان بشكل صحي في أميرة هتحكي لنا بنفسها ونرجع نكام حكي لنا قصتك مع بستا وإزاي ساعدك تخسي أميرة أبو شوشة سني 39 سنة وزني كان 140 كيلو وبقيت 85 كنت بعاني من الوزن التقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة نزل الوزن في وقت بسيط أنا خدت بستا وفرق معي جامد وكان منتج فعال جدا كنت بستخدم بستا قبل الأكل بنصف ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص بالعكس طعمه هايل جدا طعم التفاح هايل كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم كنت مبسوطة جدا أن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بستا وأنصح أي حد عنده سنة على طول من غير ما يفكر هي بستا حلوة قوي ما تيجي تسمعي حد بجد حياته بتختلف بعد فقدانه للوزن مهما كان السن يعني في ناس تقولك أنا خلاص دلوقتي مثلا سبعين سنة مش فارق معي بقى شكلي حلو قصة مش شكلك حلو قصة صحتك كويسة قصة أن أنت ما بتجيبش نفسك أمراض أزيد من اللي ممكن تكون قراضي عندك مع قبر السن فالموضوع مش بس جمالي أبدا يعني جماعة ملف السمنة ده في غاية الأهمية نشوف برضو بعض أسئلة للسوشال ميزيا الناس كتير قوي بعثة ناس كتير خليل نبدأ بمحمد علي بيقول طوله 187 وزنه 129 سنه 31 بعاني من الضغط حاجة غريبة ممكن ياخد الكورس ولو أخذ الكورس هيأثر عليه ولا أب يسألك هيبا كويسة قوي معك كورس ونسيت أقول أن الكورس بيستا لا يتعرض أطلاقا مع أصحاب الأمراض المزمنة هياخد الكورس إزاي هياخد ساشة واحدة من بيستا ولا اتنين ساشة ولا تلاتة ساشة طبعا ألبا مالتي فيت هو معروف أن قرس واحد بس في اليوم لكن اللي هيقدر يحدد الكورس أو منتج بيستا بيتاخد إزاي عن طريق الفريق الطبي المتواجد في شركة بايا ناتشروز إزاي هيقدر يوصل للفريق الطبي بتاع الشركة هيكلمنا عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة يعني اللي بيرده مش كول سنتر دول أطباء أطباء فريق الطبي وبيتابعوا الحالة بتاعته كل أسبوع ومهمة قوي أنه بفيه تشجيع نفسي طبعا لأي مريض سمنة فهيقدر يتابع الحالة كل أسبوع وبيحسبوله الباديماث أنديكس لو مش عارف يحسبها بيحسبوله الباديماث أنديكس ويمشو بقى على لايفستايل وكل أسبوع بيقدر يتابع مع شركة بايا ناتشروز كويس قوي خلود بتقول عن مشكلتي أن الدهون متجمع في البطن والأرداف فالكورس ده هيحل لي المشكلة دي هيحل طبعا المشكلة دي جدا ويمكن الدهون البطن هي أصعب دهون بس بتاخد وقت بس لو مش يتصح على الكورس هتخس وهتنزلها برضو هتقدر تتكلم عن طريق الأرقام اللي ظهر على الشاشة والمنتج بيوصل أو الكورس بيوصل حد باب البيت والفريق الطبي هيتابع بنفس الحالة بتاعتها الأستاذ محمد عبد الرحمن بيقول أني عندي خمسين سنة مريض غدة أقدر أخذ الكورس ده ولا ممكن يأثر لا مش هيأثر خالص طبعا مريض غدة بيمشي مع العلاج وتأفر العلاج الهرموني اللي بياخده بيمشي مع الدكتور بتاعه ويأخذ كورس بيستلاقي ما يأثرش خالص خالص معاه بالعكس هيلاقي نفسه بيخس لأن مريض الغدة بيبقى شوية الميتابوليزم عنده ضعيف طيب آخر سؤال ياسمينة مجدي أنا طولي 157 ووزنها 75 وماشي على الكورس بقى لأسبوعين ولو وصلت الوزن المناسب ووقفته إزاي تقدر تسبت هي كده أوفر ويد تقريبا 20 كيلو أو مثلا هي تحسبها لأنها 157 هي قصيرة مفروض تبقى 57 كيلو مثلا مثلا بالضبط أو أقل كمان 2 كيلو يعني يعني ممكن تبقى 56 إزاي هتقدر تسبت في الوزن لو هي عندها يعني شخصية يعني قوة إرادة مش الشخصية قوة إرادة أن هي تقدر تمشي على اللايف ستايل اللي تحدد لها أو وقت الكورس وقت الكورس بيبقى سهل أمشي على الطريق أو يعني الساشتس دي بتساعدك بس وانس أن أنت خسيت للوزن المثالي لازم أنت تساعد نفسك كمان على التزبيت و70-80% بيبقى صعب فبنقدر نطلب كورس التزبيت من شركة وكورس آمن جدا ممكن تاخد واحدة زي ما الدكتور بيقولها الدكتور هيقولها هتاخد واحدة ساشت كل يومين مع الواجبة التقيلة مع الواجبة التقيلة أو واحدة كل يوم مع الواجبة التقيلة بدل تلاتة ساشت في اليوم على فكرة ده هيبقى مفيد جدا أنا عارفة إمتى بقى في رمضان أيوة في رمضان ده هتبقى يعني أنا لو خدت اللي هي بيستة قبل الصحور شو بقى هيساعد زي كمان أنت ما تجعش كتير اليوم التاني بالزبط هتساعدك كمان لو خدتوا مع الفطار أن أنت ما تجعش وتقعد تاكل كده على مدار اليوم كله غاية السحور بالزبط ممكن أخبر في رمضان إحنا لازم نعمل بقى يعني لأ أعتقد هيبقى مفيد جدا طيب على فكرة يعني الوقت الأسف خلص بيبلغوني والله الوقت بيجري الوقت مع بيستة بيجري يا جماعة نورتنا يا دكتور دينا حاببت إسلام يا نهوان وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة ونفس الملف بس طبعا من زوايا كمان مختلفة إن شاء الله إن شاء الله شكرا لحضراتكو على متابعتنا النهاردة ونشوفكو بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة وعشر الصبح في الأهلي مع السلامة